موسيقى اليقوى الاقوى الاقوى الاقديسين في المنسيح ياسيو اهلا ومرحبا بكم في حلقة بنامة الرب كون دراسة اه كتابية جميلة اوي قبل ما اشترك في الحلقة بفضلك اشترك في القناة ولايك للفيديو ولو ممكن تشكه على السوشيال ميديا بتاعتك بقى كويس الحلقة مكونة من ثلاث اجزاء مقدمة اولا اولا الرب بيقول في يهوى قدوس اسرائيل في عشرية ستة واربعين حدد عشر يقول مخبر منذ البدئي بالاخير ده الفرق بيننا وبين كتابنا وبين اي كتاب ثاني مخبر منذ البدئي بالاخير ومنذ القديم بما لم يفعل قائلا ايوا رأيي يقوم وافعل كل مصرتي ده نمرة واحد نمرة اتنين نازم نتأكد انا لا اتكلم من ناحية السياسة دي دراس الكتاب دي نبوات واللي مش عاقبه يعني انت حر مع الف سلامة ولا اناصر ولا في حد الحقيقة عاقل يعني حتى اناصر الحرب والكلام ده ناس اللي بتتكلم ده كده بتتلكك وخلاص يعني ولكن الحروب دي موجودة نبويا عشان تنبهنا يعني لما رب يقول لك لما تسمع بحروب واخبار حروب فاستعدوا معنى ايه يعني الحاجات دي بتدينا كده يعني عارف زي ما يعني زي صفارات انذار فاحنا بندرس الحاجات دي نبويا فنعرف احنا فين في التاريخ النبوي اللي معظم الناس ما تفتمش بيه اه وزي ولكن نبويا عايز افكرك برضو ان وعد الرب ليه ابراهيم بالارض وعده تلات مرات وحنشوف ليه تلات مرات بالذات عشان نعرف برضو مخبر منذ البدء بالاخير بصلا يعني برضو الكتاب لا ما بيكرر مش بيكرر كده من اجل التقرار وبس يعني هنشوفها يعني الهكاديات يعني فالحقيقة لما يكون في نبويا كتيرة بعودتهم وحضرتك عايز تقاوم انت كده بتعمل زي بوليس بترفس مناخس ومش هتوصل لحاجة لكن هتحط نفسك في عداوة مع يهوة قدوس اسرائيل لانه حتى قال ابراهيم وبارك مباركيك ولعنك العنه وتصور لما ربني العنه واحد معنى ايه هيقضى عليه يعني ما يكونش اللي ابديه ما تتخدش الحكاية كده يعني ده كأنه كلام مبلغ فيه يعني ماشي كده دي نمرة نمرة ثلاثة عندي اخبار حلوة قوي حوالي اربع خمس اشخاص واحد منهم على الاقل مسلم كانت الحلقة بتاعت هل ستزول دولة اسرائيل هو لغاية ساعة التسجيل انا اعتقد لقت داخل يمكن يعني رابط على سبعين الف مشاهدة بس يعني هو ده مش هدو الموضوع وفيه اكتر من خمسمائة تعليق بس تاني يهم منها كاتبة خمسمائة التعليق دول يدبط لحوالي خمسة منهم حد الحقيقة بالذات عما لي تابعني عايز يدرس الكتاب بعمق مش عارف الاخ او الاخت ام دابليو ماشي كده دي حاجة دي حاجة تفرح ده غير بقى الشتايم مش مهم الشتايم لكن فيه ناس اللي قولك انا سقط القشور ما نعنية فيه ناس بتادوا يفهموا يعني ايه نبوات في الكتاب المقدس نشكر الرب كانت تشجيع كبير لهم للدراسة ده مقابل كتير او متعليقات السلبية ولا يهمك واحد في المية ده بركة ياريت واحد في المية يطلع انا الحقيقة بفل يعني اه المعرفة الكتابية النبوية الخاصة بالمجيء التاني انا الحقيقة مديون للاخ اكرم حبيب معد ومقدم برنامج اقوال النبوة بكل هزين معرفة اللي انا وانا بتابع من حوالي اربع خمس سنين واشجعكم جدا تتابعوا البرنامج والحلقات كلها موجودة يوتيوب وممكن تتفرج عليها وفي بلايليست ممكن تشوف نبوات عن مصر موات عن اسرائيل نبوات عن عن الفلسطينيين نبوات عن العرب كم وزخم ملوش اول ولا اخر من المعرفة الحلوانية دي كده انا بكده خلصت ايه اولا اجي بقى ثانيا ثانيا الحلقة ثلاث نقاط ماشي كده واحد اه انا انسيت اقول عنوان الحلقة ايه اسلمت نبوات عودة اليهود وزوال دولة اليهود مزمور ثلاثة وتمانين ماشي كده وحنشوف صديق الحكاية فهنا التلاث نقاط بقى هنبتدي في موضوع ايه اسلمت تفسير نبوات عودة اليهود ونقطة تانية هتبقى دقة الوحي في اعطاء الارض والحلقة والنقطة التالتة دقة الوحي في رغبة اعداء اسرائيل في زوالها هنقرأ مبعد مزمور ثلاثة وتمانين وحنشوف في حاجات كلنا ما خدناش بنا منها ماشي كده لكن نشكر الرب يعني كسريء كسيرون يتصفحونه عن الكتاب يعني والمعرفة تزداد ماشي كده نقول بقى ايه حكيت اسلمت تفسير نبوات عودة اليهود دي في مقابل الناس المحترمة اللي ربنا يعني افتقدها فزالت من عن عيونها الغشاوة وابتدوا يفرحوا بالكتاب ومبسوطين جدا بالشرحات اللي بنعمة الرب قدمتها ماشي كده في مقابل كده بقى مع الاسف الشديد هناك من من كهنة البعل الزميون وده كل كلمة صدع يعني كهنة بعل عشان بيبخر قدام صور وتمثيل اللي زعلان هو حر وزميون عملين بينفقوا اسيدهم المسلمين في نبوات الكتاب يعني كونك تقول نعيش بالمحبة ده كلام مزبوط يعني لكن بانك تنافق وتزور ايات الكتاب وتطلع جيل جاهل في النبوات عشان يكره اليهود عشان خاطر اسيادك من المسلمين بيكرهوهم يعني انت كده عندك عندك مشكلة كبير قوي يعني كان اشرف لك فعلا انك انت تسكت واضرب لك بقى مثل واحد كده يعني اذا الذين يدعونه معلم الاجيال عندما وقف امام السادات يتغزل في الاسلام وابتدى كلامه بالنص كده باسم الاله الواحد الذي نعبده جميعا لا العبارة غلط. اله القرآن غير اله الكتاب المقدس زي ما هنشوف. ماشي كده فحضرتك عايش تأسلم النبوة استرضاءا واستعطافا لمين بقى للمسلمين? اشرف لك ما تتكلمش لو انت حتضطر تجذب. واللي في لقى لك بقى وقال لك تلاتة اديان سماوية. واللي يقول لك قضية الشعب المختار ويطلع لك لا ترفضه. واللي يقول لك نحن نتعامل معرفش نعمل ايه وننصر ايه وبتاع. مين قال لك يعني مين ضغط عليك انك انت تطلع تقول لك كلام دوت. واللي يقول لك اه اه لو معرفش اه اه وطن بلا كنائس افضل من كنائس بلا وطن. واللي يقول لك لو معرفش اه نحن لا نستقوى بالخارج ولقي نستقوى بالله في السماء واخوتنا المسلمين على الارض. ها? الحقيقة الهك غير الهم. اوكي? المسيحيين احنا هنشرح لحتى دلوقتي. اه واللي عايز يقول لك بقى دي هو اليهود المغضوب عليهم. اه جميل اوي. المغضوب عليهم دي نص اية في ايه الفتحة. في الفتحة. سورة الفتحة. اول سورة في القرآن. بيقول غير المغضوب عليهم ولا الضلين. حلو كده. مين بقى غير مغضوب عليهم? اليهود. وانت عمال تقول اليهود مغضوب عليهم وربنا اغضب عليهم. وهم اكتر شعب اغضب ايه? اه الله. ماشي كده? طب يا عم بقيت الاية بيقول لك ايه? ولا الضلين. وعارفين ان الضلين حضرتك ياللي انت واقف عمال. اه يعني انت لقتي بتناصر اه نصف الاية بتاعت الفتحة. والنص التاني حضرتك وقف انت من الضلين. مهما تقول لهم انت من الضلين. اليهود هم المغضوب عليهم اللي انت بتأكد ان هم المغضوب عليهم برضو حضرتك ومن الضلين. فلو كتابهم صح في الحتة دي. يبقى اليهود مغضوب عليهم زي ما انت بتقول وانت من الضلين يا حضرت ايه كاهن او اسقف البعل الزمي ماشي كده وقلنا يعني ايه زمي زم يعني انسان اندي هو سوري المسلمين هم ما سموهم كده معناها انك انت زمي يعني في زمة المسلمين يعني بيعملوك زي اقل من عبد ماشي كده والمعاملة كان بتبقى مهينة للغاية ماشي كده وما زالت يعني بس يعني مش زي زمن قوي مهم بس في ساعة الاخران كانوا عايزين رجعوها تاني ويتطبقوا كل حاجة ماشي كده يبقى دي قلنا ايه كلمة ايه اه اسلامة تفسير النبوات مش اسلامة النبوات اه طبعا تفسير النبوات ولا ليه ولا بيفهموا حاجة في في الكتاب الحقيقية ها حقول نقطة تانية برضو في حكاية اسلامة تفسير النبوات اه في بقى اسلامة الاية باخفاء ثلثيها اخفاء الايه التلتين في اشعة ساعتاشر حضرتك بتحب اشعة ساعتاشر جميل بتقول في ذلك اليوم اشعة ساعتاشر في ذلك اليوم الايه انت بتحبه وبتحب بتاخد يدوب منها كلمتين ولا دلك كلمات في ذلك اليوم يكون اسرائيل سلسا او سالسا يعني لمصر ولاشور يعني اسرائيل ومصر واشور دول حيب باركة للارض هما التلاتة مش حضرتك بس لو انت متقايل كده نراها تاني في ذلك اليوم يقصد ايه ذلك اليوم فيه كهن باعلة كل ما تشوف ذلك اليوم انا هعد جديد لا 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 زلك اليوم بتشاور على المجيء التاني ممكن في البعض الاحيان بتكون بتشاور على مش المجيء التاني لكن تاخدها من السياق لكن الغمنك عليه بالنسبة لاشعة ساعتاشر كلمة زلك اليوم في اشعة ساعتاشر بالكامل بالذات يعني بتكلم عن الدينونة يعني المجيء التاني ماشي كده ففي ذلك اليوم يكون اسرائيل سلسا لمصر والاشور باركة في الارض ازا حتى واضح لو قلت في ذلك اليوم هنا تبقى ايه بالذات انت بتتكلم عن ان يبقى اسرائيل ومصر واشور هيبقوا باركة في الارض هل دي حصلت ما حصلتش ازا في ذلك اليوم تقصد بها ايه بقى لو تقول لي ايام من عاد الجديد العاد فين عاد الجديد لما يكونوا التلاتة دول صحاب وهم سبب باركة في الارض انا اسف او اتكلمت بسرعة بحد بيعني نبهني انا مولود كده بالسباحية ولا على الادة تاصل طيب ارجع تاني او الكلام بالراحة هيبقى باركة في الارض بها يبارك رب الجنود اللي هو يهوى قائلا قائلا ايه مش حاجة واحدة بس قائلا مبارك شعبي مصر يعني المؤمنين الحلوين اللي في مصر جميل انت حضرتك بتقول لي وبتسكت خالص الزبق ليه مش عايز تزعع للجماعة فبتخفي النقطة التانية في النفس الاية وعمل يدي اشور ايوى ومراسي اسرائيل يعني اسرائيل دي المراس بتعرب بتاعيه هو فانت ليه تاخد دي وعمل بقى يعني لما اخذت تصب لعناتك على اليهود وتقول دول مغضوب عليهم وانت تضلين خد بالك ما تنساش يعني كل ما تقول ده مغضوب عليهم فكر انك انت وانت من تضلين يعني انت بتأكد صحة الاية بتاعيتهم هما يعني نقولها تاني في ذلك اليوم يكون اسرائيل سلسا بمعنى ثالثا يعني لمصر ولاشور يعني هيبقى اسرائيل ومصر واشور والتلاتة دول حيب ابركة في الارض جميلة اخي لو انت مؤمن من مصر او من اشور او من اسرائيل انتو حتيب ابركة للارض والبركة اسمها ايه مبارك شعبي مصر وعمل يديها اشور ومراسي اسرائيل فانت كده بتاسلم الاية بانك بتخفي بالجزئين التانيين طبعا تهمك اهم حاجة الجزء الاخراني يعني ماشي كده عشان نكشف بقى كهنة البعل الزميون بقى تقدر تقول لحضرتك ان الهك هو اه اه نفسه اله المذكور في القرآن انا عايز اوضح حتة مهمة في النقطة دي على فكرة لعني الترجمة هي اللي حاطلت لنا المشكلة دي يعني في العهد القديم في كتابات العهد القديم لو قلنا الله هو اصلا لو رحت الدور عليها هتلاقي مكتوب اسمه يهوة ومكتوب اتنين وتلاتين مرة عنه قدوس اسرائيل هو فخور بكده يعني وكان مرة يقول لاسرائيل هو مراسي ويقول اسرائيل ابني البكر ويقول يعني ده ابن المدلل يعني انت انت يا مسيحي اي مؤمن بغض النظر يعني ايه من خلفيتك يعني كجنسيتك ايه انت بتعبد هذا الاله وكل الانبياء دول باستثناء ايوب كلهم يهود وفي العهد الجديد كل اللي بشروه وكتبوه لك باستثناء لواء يهود واللي فداك يهودي والعذرة اللي انت فرحان بها وتطلب شفاعتها يهودية ماشي كده ده الهك انت جاء المترجم كتبوا الله في الترجمة العربي لكن حقيقة هذا الله يقصد به ايه بقى الحقيقة نقصد بيهوة ده يختلف عن الله اللي هو الاسم بتاع اله المسلمين اللي في القرآن يعني وكانت الاسماء متطابقة لكن الحقيقة دول شخصيتين مختلفتين تماما اولا تاني الله الله اللي في الكتاب المقدس يختلف عن الله اللي في القرآن تماما طيب واوضح الله اللي في الكتاب المقدس مقصود به يهوة ظهر في الجسد يهوة قدوس اسرائيل الله اللي في القرآن احنا ما نعرفش هويته الحقيقة هم يقولوا زي ما يقوله لكن احنا الهنا ده عارفينه الاب والابن والروح القدس واللي جاء واللي تجسد واللي حييجي وهو اللي حيملك واللي حيدينه كل الانسا دي كلها لكن بتاعهم هم هم يقولوا اللي هم عايزينه لكن الحقيقة ده لازم تعرف ان ده غير ده فلما وقف معلم الاجيال يقولك باسم الاله الواحد اللي لازم عبده جميعا كان بتكلم كذب بس عشان خطر الزمية كان ممكن نقول حاجة تانية ماشي كده اللي عايز وعلى فكرة عشان تأكيدا لكده وبالتالي مسيح الكتاب المقدس على فكرة مش هو مسيح القرآن ولا عيسى القرآن والعزراء الموجودة في الكتاب المقدس مش هي العزراء اللي موجودة في القرآن آآ وإيه تاني ولعايز تفاصيل عن الحتة دي شاهد الحلقة مية تمانية وثلاثين ماشي كده يبقى كده خدت ايه اول نقطة في ثانيا تاني نقطة دقة الوحي في وعد الأرض وده يأكد أصالات الكتاب المقدس ماشي كده آآ على فكرة بالناسبة كان في واحد من الاخوة اللي كانوا متابعين آآ وقلت حتى من صورته يعني من خلفية اسلامية الكيف جدا من الكلام اللي انا جبته من الكتاب المقدس يعني وفيه أخت برده الكيفة قالت من الكتاب الكلام اللي في الكتاب المقدس قالت بس هي كمؤمنة يعني كمسلمة لازم تؤمن ايه بكتابها وانا احترمتها جدا وكانت بتتكلم بمنتهى الأدب يعني وانا شجحها انها تبص على البوات دي ودي وشوف وتشوف ايلا هيجرى ماشي كده وكل واحد هو المسؤول عن نفسه امام الهه ماشي كده ففي الاخر لكن على فكرة هو فيه كتاب واحد وإله واحد وبنعمة الرب حيكون في حلقتين على الموضوع ده عشان اخواتنا اللي بيحاولوا يتعرفوا على شخص المسيح بطريقة اخرى النقطة التانية دقة الوحي في وعد الارض واصالة الكتاب المقدس ليه الرب يهوى وعد تلات مرات موضوع الارض ده اولا الوعد لابراهيم ابراهيم ده الفين ومئة سنة قبل المسيح يعني اربعة تلاف ومئة سنة فاتت قال له حديك الارض دي وداله حدودها على فكرة وهي اكبر سنة من الحدود الحالية بس مش دي القضية يعني ماشي كده ولما نسألت يهود ازاي الحدود المكتوبة في الكتاب المقدس في مختلف عن الحدود دي قالوا لي الحدود دي حتبصل التوسع اللي حقيقي يوسع قوة شوية يعني دي حتتم في الزمن المسيح اهلاص مليكن هكذا يعني حقيقي جواد حتتوسع الارض مش يشغل الارض حلو كده قال لابراهيم الارض دي لك ولولادك اه طيب عندنا كده مشكلة لأن ابراهيم مين ولاده عنده إسحاء ايوة وعنده يسماعيل وبعد كده تجاوز قطورة وعنده زيطة عيال معنى كده كل العالم دي عايز على الارض دي اه لأ طبعا فلما راح جيه إسحاء بقى راح الرب كرر له الوعد تاني لأ لإسحاء طب وإسحاء ازا كل عيال قطورة تشالوا من انهم يكونوا يعني ورسل هزي الارض. طيب واسحاء خلف اتنين. جاب مين? يعقوب وعيسو. يبقى انك دلوقتي عايز تجيب ولاد يعقوب. ولاد عيسو يقول لك الارض دي ارضنا. لان الارض بقى الوعد كان لمن? الاسحاء. هم نيجي لقى ايه? شوف مخبر منذ البدء بالاخير. عارف الحجرة. هم يجي عندي بقى ايه? يعقوب. ما انت عندك دلوقتي يعقوب وعيسو. يكرر الوعد بقى لمين? ليه يعقوب? ازا عيسو بقى طلع دلوقتي. يبقى مين بقى يملك الارض? يعقوب وغير اسمه. خلق اسرائيل. ويبقى عندك اللي اتناشر صبت هم ياخدوا الارض دي. وده ايه اللي حصل? لما لما موسى خرج وعدوا مع يشوع وكده. كان هم دول الاتناشر اللي هم ايه? تقسمت عليهم الارض. شفت دقة الوحي بتاع الكتاب المقدس. وبعد يقول لك الكتاب محرف. يا اخي يا صدقني بالعقل كده. لو محرفت واجيب لي الاصل. لنفسك مش لي انا يعني. مهم. على فكرة بقى بالمناسبة. الرب بنفسه مع ان لرب الارض وملقوها. تأكيدا للوعد ده وكده قال لبني اسرائيل ما اتبعوش الارض لان الارض دي بتاعتي. ومذكورة الحكاية دي حوالي ست مرات. في عشعية وحسقيال ويوئيل. يقول لهم الارض دي ارضي انا. انا هجيب لك اية واحدة فيها نبوة لان قال فيها حاجتين لازم نعرفهم. ماشي كده. هي بتاعة يوئيل تلاتة. تلاتة اتنين. بيقول ايه? اجمع كل الامم وانزلهم الى وادي يهوشفاط. في امم حتكون مجتمعة عايزة تشيل اسرائيل من على الخريطة. يعني اللي احنا شايفينه ده دي دوب كده التسخين يعني. لسه هتبقى الحكاية اكبر من كده قوي يعني. مش بالضرورة تكون ورا منها لكن يعني احنا قربنا قوي. ماشي كده? مهم. وانزلهم الوادي يهوشفاط واو حاكمهم هناك. ماشي كده? دي دينونة بتسمى دينونة الاحياء. طبعا الارضوكس ولا فهمين حاجة في موضوع الدينونة. انا سداني يا اخويا انت ضحية. بياخدوا اية من يوحنا خمسة. ويقول لك هي دي كده وكأن الدينونة كلها كل 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 عباضي خلص ما هي في دقيقة مسلا. لا ده موضحها موضوع كبير اوي. زي ما كان المجيء الاول خدت تقريبا تلاتة وتلاتين سنة. من اول البشارة لغاية الاحلول الروح القدس. المجيء التاني برضو طوله الف وسبع سنوات. ماشي كده? سبع سنوات الضيقة زي الالف السنة يعني. وحوالي خمسة واربين يوم تاني بس مجيء القضية الوقت. حوديهم وديه وشوفات وحكمه هناك. اسمع الحتة دي. على شعبي ومراسي اسرائيل. اللي عايزين ياخدوا ارضه. اسمع في اهم من كده. الذين بددوهم بهين الامم. وقسموا ارضي. حد فيهم حاجة? يعني الرب حيحاكم. اللي عايزين يبددوا اسرائيل ويشولوها من على الارض ويقسموا ارضها. مين اللي عايز يقسم الارض? اكيد بنسمع لحاجة كده. ماشي كده? ماشي كده? كده ايه? فهمنا? اللي عايزين يقسموا الارض برضو رب حنتقن منهم. لان قال للارض دي لابراهيم. دي لابوا مع الاسف الشديد يعني. يعني ده الواقع. ده الواقع يعني. اه كن بقى حضرتك يعني متدايق ده موضوع تاني خالص. بس الحقيقة بقى انت كمؤمن بالرب يسوع. ده معنا انك انت ايمانيا متطعم فين? في الزيتونة الاصلية اللي هي زيتونة اليهود. والحقيقة تعتبر جنسيتك روحيا مش مننا. جنسيتنا كلنا فين? في السماء. انا قلت الكلام ده قبل كده. ماشي كده? لان مواطناتنا نحنو اللي هي بالانجليزي مكتوبة في السماء. فمورد ده الموضوع ما يزعلكش لو انت من الاخوة بالذات الفلسطينيين. انت لو مؤمن يعني انت ايمانيا انت متطعم انت بتؤمن بيهوة. اله اليهود. لو انت فلسطيني مؤمن بالمسيح انت تؤمن بيهوة اله اليهود. وبتؤمن بالمسيح اللي فداك اللي هو يهودي. اللي هو اللي هيجي واملك عليك وهو يهودي. وعرشه حيكون في اورشلين. ماشي بعد كده. اه دقة بقى دي نقطة التالتة والاخيرة. دقة الوحي في رغبة اعداء اسرائيل في زوالها ونتائج زالي. ونتائج زالي. تخيل اني فيه نبوة اتقالت الف ومئة سنة قبل الميلاد. واحنا لوقت سنة الفين وتلاتة وعشرين. يعني من حوالي تلات تلاف ومئة سنة. فيه نبوة قالت بالنص ان فيه ناس هتيجي عايزة تشيل اسرائيل من على الخريطة ولا يذكر اسمها بعد. اللي احنا بنسمعه على الاقل يعني من ايان زمان اه عبد الناصر. لما رفع شعار قبل سنة سبعة وستين يعني. لما رفع شعار ايه? القاء اسرائيل في البحر. ماشي كده. وبعد كده الحكاية كبرت والموت لاسرائيل واكتبوها على السواريخ وعالطايرات بتاعتهم في ايران والكلام ده كله يعني. ايه بقى الكلام ده? الكلام ده موجود بقى ايه? درس كتاب جميل قوي. هنقرأ مجرد نقرأ مزمور تلاتة وتمانين. عشان الاقيه اوريلك ان مخبر منذ البدء بالاخير من تلات تلاف ومئة سنة. اخويا يا مسلم اللي تتفرج علي. ادي الواحي بتاع الكتاب. حاجات متتقل من تلات تلاف ومئة سنة. مش حاجة بعد ما تحصل يقول لك جاني جبريل وقال ليه? انا مش بستهزق بيك. انت حر فكر. وخليك قعد تتفرج وشوف ايلا هيحصل. بس هكون انت وقت تتأخر على بل ما تفوق لنفسك هكون موضوع انتهى. يعني انتهى يعني اللي راح السماء راعح ولا راع الجهنم راعح. نقرأ بقى مزمور تلاتة وتمانين سوا. حارة من ترجمة كتاب الحياة عشان اكثر فاهمة يعني. يا يهوة انا شلت كلمة الله هنحط كلمة يهوة لان هو اسمه كده لو جد في العبرة هتلاقيها كده. هو بس المترجم كتبه كده. لكن الله ده غير الله اللي موجوده في القرآن. ماشي كده? يا الله سوريا يا يهوة لا تصمت. لا تسكت ولا تهدأ يا يهوة. هوزا اعداؤك شوف قال عليهم اعداء يهوة. اعداؤك سائرون ومبغدوك يشمخون برؤوسهم. يتأمرون بالمكر على شعبك. من شعبه? لو يقصد به بني اسرائيل. ويكيدون للإقاع بمن تحميهم. اللي انت اللي انت بتحميهم. يقولون اسمع بقى دي دي عدد اربعة. هلما الجماعة دي بتقول ليه? هلما نص تأصلهم من بين الامم. فلا يذكر فلا يذكر اسمه اسرائيل فيما بعد. تخيل ديت متقالب النص من ثلاث تلاف ومئة سنة. اقرأة تاني. يقولون الامم اللي هم اعداءك يا رب. اللي هم اعداء شعبك اللي انت بتحميهم. بيقولوا هلما نص تأصلهم يعني تشلهم من جدرهم. من بين الامم. مش عايزين يمحو دولة اسرائيل. صدقني دي النبوة. يعني انت ما تسمحهم يقولوا كده تقول لي خبر ابيض. ازاي الناس دي بتقول كده? بتقولوا النبوة. وبعدين يقول لك فلا يذكر اسم اسرائيل فيما بعد. من يقول الكلام ده? اهوب ده للوقتي. عارف الكلام ده لو من مئة سنة كنت انا اطلق بط فيه. لان من مئة سنة ما كانش فيه اصلا دولة اسم اسرائيل من اساس يعني. فانهم قد تأمروا معا بقلب واحد وعقدوا حلفا ضدك. يعني الحرب اللي دايرة دي بين الناس دي وبين مين? يهوة قدوس اسرائيل في سورة شعبه. ضدكة. مين بقى? عشائر ادوم وبنوا اسماعيل نسل مؤاب وبنوا هاجر جبال وعمون وعمليق الفلسطينيون واهل سور وقاهم واشور ايضا انضموا اليهم صاروا عونا لبني لوت. ماشي كده? يعني في السريع كده يعني. ابقى اقرى على مهلك واقرى تفسير يعني. افعل بهم كما فعلت بمديان يعني دي بقى حاجات تاريخ لما ربنا قضى على اعداء اسرائيل في بعد اخروج من نصر. افعل بهم كما فعلت بمديان وسسرة ويابين في نهر قيشون. بهدوا في عين دور وصاروا زبلا للارض. اجعل مصير اشرافهم كمصير غراب والزئب. وجميع امرأهم مثل زبح وسلمناع. الذين قالوا لنا استولي على مساكن يهوة. شفت بقى? عايزين يشيروهم. ولا يذكر اسمهم وياخدوا الارض بتاعة يهوة. اهو. يا الهي بددهم كالقش المتطاير وكلتبن في مهاب الريح كما تحرقوا النار الغابة وكما يشعلوا لهيبها الجبال. هكذا طاردهم بعاصفتك وافزعهم بزوبعتك. املأ وجوههم خزيا. فيلتمسوا اسمك يا رب. يا ريت. يا ريت يلتمسوا اسمك يا يهوة. ليحل بهم العار والرعب الى الابد. ولياخذوا ويهلكوا. اسمع اللي بعدها بقى. دي اخر آية. ويعلموا انك انت وحدك يهوة العلي على الارض كلها. شفت بقى. يعني يا ريت يعرفوا. طب اللي ما عارفوش. يخزوا ويهلكوا. ويعلموا انك انت وحدك يهوة. العلي على الارض كلها. ده الهنا اللي احنا بنعبده. يهوة. ايوة هو قدوس اسرائيل. اي ما نقدرش. لان هو ده الاله الحقيقي الواحد الوحيد اللي خالق اللي اللي اه 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 ارسل ابنه وفادانا. يهوة. اتمنى تكون الحلقة كانت جميلة. اه جايز تحب تراجع على الاقل مزمور 83 اقراء. على مهلك كده. ودي احنا بندرس كتابه اهو. اه اه اتعشم يعني ان اه تبقى مبتدأ انك انت اه اشجعك على انك تروح تتفرج على برنامج اقوال النبوة. اه 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 اقوال النبوة. اه اه انت قلنا رب ما في ايه. نتقابل في حلقة تانية. سلامة مساءكم. اشتركوا في القناة